بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أعزائي طلباء اليوم بإذن الله في هذا الفيديو في هذا العطلة الصيفية رح نتمتع شوية ولا نتسلة شوية مع الرياضيات اليوم جبت لكم طريقة الضرب الياباني هذا الضرب الياباني مثلا راك في الابلاج في الرملاء ولا راك في الصحراء في الرمال ولا في الطراب ولا وما عندك حاسيبة ما عندك مثلا وجاتك مثلا ضرب عدد في عدد وحصلت إذن هذا نوريكم هذه الطريقة باش كي شغل تقدر تقول سلك الحاصلين ما عندكش حاسيبة ما كاش تحسب بها وثاني راني نتسلة وفي هذا العطلة الصيفية مثلا نبدو بالعدد مثلا نبدو بالعدد البسيطة مثلا عندنا إثنى عشرة مضروب في ثلاثة يعني نبدو بالبسيط ومو نتعمق وشعل تطينا يعني كنت تحسب في الحاسيبة ثناش في ثلاثة تطينا شعل ستة وثلاثين صح مثلا نوريك كيف هي الطريقة اليابانية عندنا إثنى عشرة عندنا الواحد هذا عفوا عندنا الواحد وعندنا الاثنانة صح كيف شندير لاحظوا بالنسبة للواحد نرسم خط نرسم خطين نرسم خطين وعندنا مضروبة في ثلاثة نرسم ثلاثة خطوط واحد اثنانة ثلاثة نرسم 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 ثلاثة ننتقل الى عدد اخر يعني طريقة اخرى العدد الثاني هو وخمسة وعشرون في خمسة خمسة وعشرين في خمسة نضعها في الحاسبة لا حاسبة عليك نعرف بل خمسة وعشرين في ربعة هي مئة وخمسة وعشرين صح كيف نعمل هنا عندنا الاثنانة ها هو الاثنانة عندك الاثنانة وعندك الخمسة وعندك الخمسة صح نقوم بوز ونقوم بوز والدرب في المسود لأننا في تسلية صح عندنا الاثنانة نرسم خطين عندنا الاثنانة نرسم خمسة خطوط واحد اثنانة ثلاثة أربعة وخمسة صح مضربة في خمسة نرسم خمسة خطوط واحد اثنانة ثلاثة أربعة وخمسة صح انتباه معي نرسم خطوط نرسم خطوط نرسم خطوط واحد اثنانة ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة معنتها هنا عندنا عشرة صح هنا عندنا واحد اثنانة ثلاثة أربعة خمسة صح معنتها عندنا خمسة وعشرون هااا تقول لي يا أستاذ هذه كيف نكتبها نعرفوا باللي قدتنا باللي نعرفوا باللي خمسة وعشرين في خمسة يوم خمسة وعشرين وانا كيف نكتبها هذه نكتبها هكا عشرة وخمسة وعشرين لا لا إذن لا يا أخا ما لو وش ندروه هنا في هذه الحالة دائما يجب لدينا الرقمين هنا هاكا زوج زوج دائما نجمع هذا اللي قد يرم الداخل هاذو هاكا ها ذو نجمعهم ها يعنى الصفر زائد اثناني يساوي اثناني معنىتها يحب نقول نكتب عشرة ونكتب خمسة وعشرين ونجمع هااذ هذا الت MEDR هاذو نجمعهم ايواله اثناني إذن كي نجمعهم يعني تولينا واحد والاثناني وهذه تولينا الواحد ونزيد نكتب الاثناني ونزيد نكتب الخمسة إذن مية وخمسة وعشرين نزيد الروح العاملية أكثر تعقيدا من هذه معقدة على هذه صح مثلا عندنا ثنين وثلاثين في واحد وعشرين صح واشتوسيو نحاول هنا يختلف هذا الأمر عندنا ثلاثة نبدأ بهذا ثلاثة واثناني ومن بعد إثناني واحد يعني واحدة أفوقية والرقم الثاني شاكولي صح نبدأ عندنا ثلاثة نرسم الثلاثة خطوط أي واحد إثناني ثلاثة عندنا اثناني يعني تروند اثنين وثلاثين ثيرتي تو صح بعد عندنا واحد وعشرين نرسم اثناني والواحد نرسمه هنا يا صح لاحظ معي في هذا الحالة عزائي طالبة واش تديرو نديرو كي من هاكا عفوا نسيت المستارة هاكذا هذي نواسوها وحدها وهذي وحدها هاكذا صح يحب يقول واش عندنا هنا ولات عندنا هنا نجبدو رقم ومع هاذو زوج نجبدو رقم وهنا نجبدو رقم يعني ثلاثة ارقام كيف شاو استاذ انا جايك عندنا هنا في اللولة عندنا واحد اثناني ثالثة اربعة خمسة ستة صح نكتبو ستة هنا نبدو هنا واحد اثناني ثلاثة وهنا واحد اثناني ثلاثة اربعة ثلاثة زائد اربعة تعطينا سبعة وهنا عندنا واحد اثناني معنتها اثناني اذا واش نكتبها واستاذ نكتب ستة مية واثنين وسبعين احسن في الحاسيبة الى مستاش نمحي الفيديو اها خلاص نزيدو الرحول الرقم ما قبل الاخير اللي هو اكثر تعقيد ثاني هذا الرقم نخليكم انتم ما تشتهدوا لانه فيه شوية صح عندنا خمسة واربعون في ثنين وثلاثة شعال تعطينا طريق بيان صح نبدو على بركة الله عندنا خمسة واربعين عندنا اربعة عندي اربعة خطوطاك واحد اثناني ثلاثة اربعة صح عندي خمسة واربعين واحد اثناني ثلاثة اربعة نقطع اربعة خمسة طريق بيان عندي اثنين وثلاثة واحد ثلاثة اه صح اثناني صح وعندي الثلاثة وعندي الثلاثة وعندي الثناني صح واحد واثناني طريق بيان وأله ، نحن نقوم كما ارتبت مع المنطقة نقوم بعمل هذه الأسئلة نقوم بعمل هذه الأسئلة وهذه الأسئلة أريد أن يقول كما العدد عندي هنا عدد وعند هنا في هذا الزوج عدد أو هنا عدد طريبا طريبا كيف نقوم بعمل نقوم بعمل هذه الأسئلة نبدأ بالأول لدي 1 2 3 معنى لدي 12 طريبا نقوم بعمل هذه الأسئلة 1 2 معنى هنا نكتبها رقيقة غير بناتنا هنا 8 صح نذهب إلى هذه الأسئلة 1 2 3 إذن هنا 15 نكتبها هنا 15 زائد 8 تعطينا 23 أبدأ تتعقد الأمور صح نزيد في هذه الأسئلة 1 2 2 ما أريد أن يقول هذه الأسئلة كيف نكتبهم نكتبهم 12 وم بعد 23 وم بعد 10 وم بعد 10 أو لا لا كيف هذا ماذا نقوم بعمل هنا أعزائي الطلبة ماذا نقوم بعمل هذا ماذا نقوم بعمل نجمع الأعداد الذين يقوم بعمل 2 و 2 هذا يحب أن يقوم بعمل 4 طريبا وم بعد 10 هنا ثانية 10 نقوم بعمل هذا 1 1 مع الثلاثة هذا ما يعطينا يعطينا 4 يعطينا 4 يعني نعود هلكم له عندي 12 وعندي 23 وعندي 10 يحب أن يقول هذا يبقى كما راه هذا يبقى كما راه صح وجدت وجدت جمعت الاثناني والاثناني ما أعطوني أعطوني أربعة وجمعت الثلاثة والأربعة والواحد أعطوني أربعة إذن النتيجة أعزائي طلبة هي 1440 نحن 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 أحضر عدد أخر ونكمل الفيديو العدد الأقير هو 56 في 43 ونحن ما أستطيع نحن 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 أحضر أحضر 2480 نحن 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 خمسة هي الأولى نرسم خمسة خطوط واحد اثناني ثلاثة أربعة خمسة صح ونزيد ربعة واحد اثناني ثلاثة أربعة طريبا عندنا 43 مضربة ثلاثة ونحن أربعة وعندنا الربعة وعندنا ثلاثة واحد اثناني ثلاثة طريق يعني أنزر بوكيما نباري وكما أكسر نحن 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 نبدأ باللولى طريبا لدي 20 نبدأ بالثانية معناتها نحن 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 هذه ونجمح صح بناتنا 15 صح نذهب للثانية واحدة اثناني ثلاثة اربعة الصبر هنا غلط هنا غلط يخص زوج نقص المستارة هنا نقص ستة يعني الضغط نحن 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 ثلاثة 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 معناتها هنا اربعة وعشرين صح اعفون اربعة وعشرين زائد الخمسطاش تغطينا تسعة وثلاثين طريق ثلاثة 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 معنتها عندي اثناني ونزيد الها ثلاثة ونبعد نجمع الواحد والتسعة نجيين الداخل الواحد والتسعة وش يطيني يطيني عشرة ونضع الثمانية هذه المشكلة اللي راهو راهو هنا يط هاكم تشوفوا العشرة تصاني كواسيت يعني هنا هناك كين عشرة ونجمع هذا العشرة ما لازمش تنحط عشرة كنسب عادد في زوج عشرة 11 ونجمع دايما هذا الدخلاني يعني الأحد الأحد نجمعه مع ثلاثة وش يطيني يطينيها ربعة يطينيها ربعة معنتها العدد التاعي هو اثناني والاربعة والصفر والثمانية يعني كان عندي مشكلة أني كي جمعت الواحد وتسعة التحت وجدت عشرة ما لازمش نحط عشرة وجدت تسعة نحط التسعة نحط مهم عدد واحد أما إذا كان رقم متكون من عددين نحط نجمع داخل الأحد نجمعه مع هذا هنا نجمع الأحد مثلا سطو 12 نجمع الأحد سطو مثلا 23 مثلا نجمع تهدوس هذه اللي هنا نجمعها مع اللي قبلها وهكذا إذن أعزائي طلبة تقدروا أنتوما تتخيل أرقام من اللي يبدينا تتخيل أرقام من رأسك ودير الضرب وتتسلة شوية بالرياضيات إلى أن ألقاكم بإذن الله في تسلية أخرى سواء في الرياضيات أو العلوم الفيزيائية أو الكيمياء أترككم أعزائي في لعاية الله وحفظه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته